أكيد يا بوجود طبعاً بداية الدورة توقع صعبة جداً على أي فريق أنا شاف أن الأهل نجم المباراة بالنسبة له هو الأمور وفيرمينيو مش يعيسلة مش المدير الفني لأنه طبعاً ما نحقش يحط أي بصمة ليه في المباراة أما تجي بص يا مباراة اقتصادية من وجهة نظري للأهل كهذا اللي هو عاوزه المباراة وقدر يكسب ويأخذ تاتا بونت في بداية لسه مش أحسن حاجة عندهم فيه أكيد مشاكل دفاعية ومشاكل هجومية ومشاكل في الأداء ولكن في الآخر المهم بالنسبة له أنه هو يكسب ويأدي كويس ويقرح بمهوره واللعيبة الكبيرة طبعاً اللي موجودة زي محرز وثام مكسيمان وطبعاً فيرمينيو وكيسي لحد ما قد مباراة متوسطة لكن أنا أتكلم عن فيرمينيو لأن فيرمينيو بالنسبة لي نجم المباراة مش بس عشان الأداء أموك مش أحسن أداء لكن أما تجي بص على مهاجم مية في المية الفرص اللي جات له وجابها جوان فيه حاجات سهلة وفي حاجات صعبة أنت بص على جون الأول يا ستركي مش أحد يبص على التفاصيل دي دخل دخل في الأفسايت بعد كده في سانيتين بالضبط رجع تاني من الأفسايت ومجراش عمل كل رسو كواس جداً 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 عرف يحط فيها بدماغه بقوة كبيرة جداً مش أحد يعرف فيها من الحاجات دي مواجم كبير على أعلى مستوى يعني فيرمينيو من كل الفرص اللي يتيحت له وسجلها بالكابل جوة جون وحتى الأفسايت اللي هو حسب عليه جابه جون وكاكورة صعبة فأنت أنا شايف 100% فرص 100% جواه فده مش موجود كثير في العالم اللي أنت تبقى عندك مهاجم طبعاً أنت أغلب المهاجمين تعطي أربع كور يسجلك واحدة بالضبط ففي المستوى دوت ما تجيب فيرمينيو لا فيرمينيو العيد كبير يعرف يخلصك المباراة يقدر يتبص الملعب يشتغل 9.5 يشتغل 10 يعرف يطلع بين الخطوط كواس جداً 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 لكن في الآخر يا يسلة لسه عنده وقت كبير عاوز شغل عاوز وقت الفرقة فيها مشاكل بدنية الفرقة مش أحسن حاجة لكن في الآخر كان مجملاً أنت كسبت وقدت مباراة متوسطة لحد ما لسه هتشتغل بداية ميزالية للأهلاويين على الأقل كبداية كبداية طبعاً بداية طبعاً وأنا بص ما تضعش تقي أي تقييم لأي فريق مش أقل من 6 مطشات شانتقف أكوار المدرب وطعب بيدفع إزاي وطعب بيهاجم إزاي بيتحول إزاي بيشتغل إزاي يعني أنت تديك مثال زغار جداً النهاردة الحزم طولي المطش بيلعب 30 متر بيلعب دفاع متقدم تخيل أن الأهلي ولا كرة عرف يضرب بيها الأوف سايد ويلعب اللي هو يعني إيه الشيب المتوسط اللي هو يقدر يضرب بيه خطوط ويقدر فيه مساحة وراء الحزم تتكلم في 40-50 متر فأنت كمدير فني قاعد بره خلاص ماشي مكنتش رشوت الأول بين شوتين مقدرتش تتكلم في حاجة زي الحزم كان سهل جداً جداً يخش فيه الرابع والخامس والسادس لو استغلت المشاكل اللي كانت عند الحزم ولازم أدي نصيحة للمندي أنت برضو المدير الفني لسه ما قدينش السيستم اللي هو عاوزي لعب به للطب بتاعه وبتاعت الهجمة فيها مشاكل طبعاً لكن في الآخر مندي فيه فرق بين الثقة وفي فرق بالأخطاء لأن الشوت الأول تخيل أنت مثلاً أول رجع ساعة أو ثلاث ساعة كثبات نصف الكرة اللي استرامها بغلط كانت ممكن تسرعها بالجزاء ويقدر يخش فيها جون وجون الثاني تقدر تسترم الكرة وطلع بلمستين ما لهاش أي لازم يتلعب للمسة واحدة ففي فرق بين الثقة وفي فرق بين الاستهتار أنت ممكن مشواخب بالك أنت لسه جاي الدور السعودي كلام ده كله لكن لا فيه أداء وفيه قوة وفيه افتراء هتعطبك بعد كده لو ممكن تبقى أحسن من الحزم تقدر تلعب معك وتامي معك شغل أحسن من كده اتنين بردو اتنين بسرعة لفتوا انتباهي كويس جداً إبانيز المدافع البرازيلي أنا شايف أنه وقف على رجله ده كويس جداً 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 واحد ده واحد كويس عن سرعات عنده قوة ومجرشي كمان الباك رايت برضو اليوم هذا اللعب أبدع جداً في المباراة الظاهير الأيمن ده ممكن ممكن تستغله كويس جداً جداً قوة هجومية كبيرة والناحية التانية والناحية التانية يعني باك ممكن يقف والتانية يقدر يشتغل لهاجم ده كله بقى أفكار يا إسلا هيقدر يشتغل عليها لكن مع الوقت أعتقد الأهلي هيتحسن أفكار تماماً